الخير اهلا بكم عاملين ايه يا ربي جماعة ان تكونوا خير? تعالوا نهاردة هنعمل مصكة حلو جدا لتفتيح وتنفية البشرة وكمان ازالة تسبغات البشرة والكلف والنمش وكمان اثار الحبوب. كل ده هنتخلص منه بالوصفة البسيطة دي. وتعالوا كده نسمي الله ونسله على رسولنا الكريم ونبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ ياريت لايك وشير في الخير. ويلا بينا نبدأ. اول مكون معي هتجيب اي شوكولة عندك. اي شوكولة موجود عندك هناخد منه معلقتين صغيرين بمعدل معلقة كبيرة بالشكل ده. ده الشوكولة يا جماعة بيساعد على ترتيب البشرة وكمان الاحتفاظ باكبر قدر من المية في البشرة فدايما بتفضل نظرة وجميلة بتبقى في منتهى الجميل. تمام? خدت كده معلقتين من الشوكولة ويلا نكمل وصفتنا. الوصفة دي بتفتح لنا البشرة جدا وكمان بتشد البشرة علشان ايه تجعيد حول الفم وحول العين فكل ده انت بتخلاصي منه تماما فوق ده وده بقى بتفتح لك البشرة جدا وبتديها نظارة ملحوظة طول الوقت. تمام? خدنا كده معلقتين من الشوكولة زي ما انتم شايفين كده معلقتين من الصغيرة دي اي شوكولة عندك ينفع وهاخد معلقة صغيرة من النشا. النشا هنا بتقفل لي المسامات الواسعة. بترمم للبشرة وكمان بتفتح البشرة جدا جدا. تمام? هاخد كمان عصرة نص لامونة علشان اساعد البشرة على التفتيح. وكمان ازالة البقع اللي موجودة في البشرة. بالشكل ده كده. وهضيف كمان ده خلي التفاح هاخد منه معلقة حلوة جدا ليشال التسببات من البشرة. والكلف من النمش وكل الكلام ده بيقتفي تماما من البشرة. وبعد كده هقلب كل المكونات دي كده مع بعضها. مش عايز اقول لك الوصفة دي حلوة جدا لتفتيح البشرة. وكمان بتديها نظارة ملحوظة طول الوقت. قصة المكان اللي فيه كلف او تسببات عنيدة او اثار حبوب. فدايما استخدمي له الوصفة دي. هنستخدم الوصفة دي ازاي? هنستخدمها مسلا مرتين في الاسبوع. تمام? وممكن يوم بعد يوم. وممكن مرتين في الاسبوع. مرة في الاسبوع. على حسب وقتك وعلى حسب ما انت عايزة. تمام? بتبقى جميلة جدا بقلبها بالشكل ده كويس جدا. هنا اللمون والخل بيشلك اي تسببات في البشرة. تسببات العنيدة. الكلف النمش اللي هو ناتج عن الحمل والولادة. فكل ده بتخسلك بشرتك وبتخليها حلوة جدا. وكمان بتديها نظارة ملحوظة طول الوقت. بصوا المسك بتاعنا جميل جدا. بقى معايا قوموا بالشكل ده. بفرشة كده. وهفرده طبعا على بشرة نظيفة لمدة تلت ساعة. بعد كده بفرقه بشكل دائري بيرفكه كده بيطلع معايا البشرة في منتهى الجمال وبيفتحها جدا جدا وبيخليها جميلة جدا. بعد ما كرتها على البشرة لمدة تلت ساعة بفرقها وبشتوفها بمية دافية وبعد كده برطب باي مرطب موجود عندك تقدر ترطب زيت الزيتون لو ما عندكش مرطب للبشرة. زيت زيتون او زيت جزو الهند حلوين جدا جدا لترطيب البشرة وترطيبهم عالي جدا. تقدر تستخدمي اي حاجة من الزيوت دي موجودة عندك او زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو كمان بيساعد على شيل التسبغات والتفلص منها وكمان بيغزيل البشرة جدا جدا. تمام? ودي كانت وصفتنا النهاردة. تعالوا بقى اقول لكم على طرق تانية هتخلصكم من الكلف اللي موجود في البشرة مش عايز اقول لكم رهيبة جدا. اول حاجة احنا بيصهر عندنا في الخدود كده الكلف ده بيصهر في في الخدود في المنطقة العليا من الخد كده. فانا هجيب قطنة وهستخدم عليها خل التفاح بسقسقة كده مرتين يوميا كل يوم لمدة شهر كامل. ده بيشل تسبغات البشرة والكلف وكمان اثار الحكوب لو احنا عايزين نستخدم الخل لوحده. علشان نتفادى نشفية البشرة او جفاف البشرة لان الخل لوحده هيعمل لنا جفاف للبشرة هضيف عليه معلقة من عسل النحل وقلبهم الاتنين مع بعض كده واستخدمهم بقوطنا كسقسقة للبشرة بيرطب للبشرة عسل النحل وكمان برضو بيساعد على شهر تسبغات البشرة. ودي طبعا وصفة تانية لشهر تسبغات البشرة والتخلص من الكلف اللي موجود في البشرة. نتيجا بقى حمل او ولادة او اي حاجة تانية فانت بتخلصي منه تماما. وصفة تانية سريعة وفعالة برضو للتخلص من الكلف او شهر تسبغات البشرة وهو الخل الابيض اللي موجود في بيوتنا كلنا اللي هو تركيزه خمسة في المية. اجيب نص كباية زي دي من الخل الابيض واضيف عليها اشر لمون وافضل يكون اللمون اغضر. اخد الاشور وصقطها في الخل الابيض واسيبها لمدة ليلة كاملة وبقطنا برضو ومكان صار الحجوب او الكلف او النمش الموجود. وسقسة برضو بالقطنا او ممكن اعديها ببخاخ وبخ على مكان الكلف او النمش او الهالات اللي موجودة في بشري دي. فان شاء الله بتخلص منها تماما بس اهم حاجة الاستمرارية. لازم نستمر على الوصفة دي لمدة شهر كامل علشان تجيب لي نتيجة. هي النتيجة بتبان من اول استخدام بس استمر على الوصفة علشان تشلك كل التسبغات وكل الكلف اللي موجود في بشرتك فتخسلك البشرة وتخليها في منتهى الجمال. وبكده كانت وصفاتنا النهاردة لازالة الكلف والنمش وتسبغات البشرة وتفتيح البشرة الفوري بهذا الوصفات البسيطة. لو انت معي لحد دلوقتي واحسة ان انا استحق اللايك اعمل اللايك للفيديو وكمان شايريه لكل حبيبك او اللي عندهم نفس المشكلة دي ادل على الخير كفاعله. وبكده وصلنا الاخر حلقتنا يا رب اكمفيتكم لو استفدتم ولو بمعلومة ياريت لايك وشرفت الخير. بحبكم في الله.